الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فإن معاعة الواقعي في فهم النص الشاعي أمر في غاية الأهمية ولا سيما في ضوء بناء الدول وفقه الدول وما تتطلبه إقامة الدول فمثلا عندما يتحدث الناس عن حرمة البيوت وعن آداب الاستئزان في قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أي لا تدخل بيت أحد إلا بإذنه علينا أن نفهم في ضوء فقه الدول أن ما يطلب في دخول بيوت الأفعاد يدخل أيضا في دخول الدول وأن حرمة الدول كحرمة البيوت وكما لا يجوز لك أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يجوز لك أن تدخل دولة دون الحصول على الإذن المعتبع من السلطة المختصة فيها قانونا لإصدار إذن الدخول وأيضا عندما يتحدث الناس عن حقوق الجوار في الغالب العام كان الزهن ينصرف إلى الجار الملاصق أو الأدنى وفي المثل الشعبي أو العامي يقولون الوصية حتى سابع جار غير أن واقع العالم الآن يقتضي أيضا أن نفهم حق الجوار بنظرة أشمل فكما نبحث عن الجوار بين الأفعاد فهناك جوار لا يقل حرمة وهو جوار الدول وكما أن الإنسان الكريم النبيل الشعيف لا يسمح أن يعتدى على جاره من بيته ويعدون ذلك عيبا كبيرا فالدول العظيمة لا تسمح بأن يعتدى على جاراتها من داخل حدودها فضلا عن أن تقوم هي بالاعتداء فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد وعندما نتحدث عن الصدق كان في الغالب الأعم ينصرف إلى الصدق الشخصي ولكننا نؤكد أنه كما يطلب من الشخص أن يكون صادقا يطلب من الدول أيضا أن تكون صادقة وأن تكون شعيفة في معاهداتها والتزاماتها والدولة الصادقة هي التي تفي بمعاهداتها الدولية واتفاقاتها والتزاماتها أما الدول التي تتحايل على نقض العهود والمواثيق الدولية فهذا شيء آخر وإذا كان الكذب عيبا وداءا كبيرا في الأفعاد فإنه كذلك أيضا في الدول أيضا علينا أن نفهم التطوع الدلالي اللغوي للألفاظ والمفادات والصيغي فمثلا عندما نقع في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وجاءت سيارات فأرسله واردهم فأدلى دلوة بالطبع على عهد سيدنا يوسف عليه السلام لم تكن السيارة بالمعنى المعروف في حياتنا الآن موجودة وإنما هي صيغة فعالة من السيارة تطلق على الجماعة يواصلون السيارة بسرعة لمسافات طويلة فلما نظر المدقق اللغوي إلى وجه الشبه بين السيارة الحديثة التي تقطع المسافات بسرعة وإلى وضع السيارة وهي الجماعة التي تواصل وتجد السيارة لمسافات طويلة أخذ اللفظ القديم في اللغة على المعنى أو على الآلة المستحدثة في عصرنا الحاضر وكذلك لفظ القطار والقاطعة والمقطوعة مأخوزة من قاطعة الإبل وهي الناقة التي كانت تكون في مقدمة صف الإبل والتي خلفها مقطوعة فلما نظروا إلى عملية التتابع في ناقة خلف أخرى وراجدوا في سيارات القطار سيارة خلف أخرى سموا السيارة الأولى قاطعة والتي تليها مقطوعة ثم ننتقل إلى موضوع انتغاية الأهمية وهو التطور الدلالي لكلمة الجهاد هناك فرق كبير بين الجهاد والقتال الجهاد أعب الجهاد قد يكون بالكلمة بالموعزة الحسنة يقول الحق سبحانه وتعالى في شأن القرآن الكريم وجهدهم به جهادا كبيرا أما الجهاد بمعنى القتال فقد تطور معناه الدلالي وأصبح في العصر الحاضر يعني إعلان حالة الحرب أو السلم أو حالة التعبئة العامة أو التعبئة الخاصة وهذه الحالة لم يكن لأحد من الأفراد ولا القبائل ولا الأقاليم أن يعلنها سواء على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لأحد من الصحابة أن يعلن القتال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت هذا رسول الله أقول لك نعم هذا رسول الله فإذا انتقلت إلى عهد الخلفاء الراشدين عهد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي لم يكن أحد غير الحاكم الصعي ولي الأمر الحقيقي أن يعلن القتال فما كان لسيدنا عمر ولا لسيدنا عثمان ولا لسيدنا علي ولا لقبيلة من القبائل ولا لإقليم من الأقاليم أن يعلن الجهاد دون أن يعلنه الخليفة إذن فالتطور الدلالي لكلمة الجهاد لم يعد ملكا لأفراد أو لأشخاص وإنما هو حالة الحرب أو السلم ذلك أن الجماعات المتتضفة تغالط بمغالطات كبيرة في هذه المفاهيم مما يجعلنا في حاجة إلى فهم النص وأعادة قراءة النص في ضوء فقه الواقع وبناء الدول نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا